نروح بقى معاكم على مقر جريدة الشروق ومتواجدة هناك زميلتنا العزيزة مننا إبراهيم عشان تعرفنا آخر الأخبار والعنوين والمانشتات الموجودة في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة صباح الفل عليك يا مينة تفضلي الصباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك أنا وانده على كل مشاهدي متابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من 10 صبح في الأهلي وكمان جولة صحفية جديدة من المقر جريدة الشروق طبعا معنا عدة أخبار على الصعيد المحلي أو كمان على الصعيد العالمي وكمان أخبار النادي الأهلي وآخر استعداداته لمباراته المقبلة أمام ساندونز العنوان الأول من اليوم السابع الأهلي يخود أول ميران في جنوب إفريقيا اليوم قبل مواجهة ساندونز يخود فريق الأهلي ميران الأول في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء بعدما سافر إلى مدينة جوهانسبرك مساء أمس الثلاثاء فور الانتهاء من مواجهة بيرميد والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في بداية التحديل لمباراته ضد ساندونز والجنوب الأفريقي يوم السابت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا وينوي جهاز الفني للأهلي خود ميران خفيف لليوم لعدم إجهاد اللاعبين بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى جوهانسبرك والتي استغرقت تسع ساعات متواصلة بحيث يقتصر الميران اليوم على تدريبات تأهيلية واستشفائية ومحاضرة فنية يشرح من خلالها إلا الجهاز الفني خطة التحضير لمبارات السبت إلا صعبة ومن جريدة الشروق صلاح عن سوق الحظ أمام الانتر أمر طبيعي سأسجل هاترك اللقاء المقبل علقى محمد صلاح نجم وهدف ليفر بول الإنجليزي عن سوق الحظ الذي وجهه خلال مبارات انتر بعد استدام تزديداته مرتين بقائمي الحارس السربي سامير هندانوفيتش في اللقاء الذي أقيم مساء أمس في إياب دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا وقال صلاح في تصريحات ليبيتي عقب المباراة وجهنا فريقا صعبا خططنا جيدا من أجل تحقيق الفوز في مباراة الزهاب ولكن الأهم بكل تأكيد هو التأهل للدور المقبل من البطولة ومن الشرق الأوسط كلاسيكو الملز كلاسيكو الملز الهلال يكسر كبرياء الاتحاد بثنائية سالم ويغالو طار بالنقاط الثلاث واقتحم دائرة الصراع الكبير على لقب الدوري ألحق الهلال الخسارة الثالثة بنظير الاتحاد وعزز من حزوزه في اللحاق به في صراع المنافسة على تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعدما كسب المباراة لاتجمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بهدفين لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة الاثناشر لينعش الفريق العاصمي من حزوزه في المنافسة وبهذا الانتصار يرفع الهلال رصيده إلى نقطة 43 مقلصا الفارق مع المتصدر الاتحاد إلى 11 نقطة مع امتلاك الهلال مباراة مؤجلتين في الوقت الذي يظل فيه الاتحاد على رصيده قبل خوض هذه المواجهة الذي يحضر برصيد 54 نقطة وآخر خبر معنا من موقع يلا كورا ليفاندوفيسكي يسجل أسرع هاتريك في دوري أبطال أوروبا بمرمى سالسبرج سجل المحترف البولندي بصفوف نيدي باين ميونيخ روبرت ليفاندوفيسكي أسرع هاتريك بدوري أبطال أوروبا وأصبح ليفاندوفيسكي صاحب أسرع هاتريك يتم تسجيله في دوري أبطال أوروبا ليتخطى الرقم المسجل باسم ماركو سيميوني لفريق ميلان في 1996 في 24 دقيقة ويعد كذلك هاتريك ليفاندوفيسكي خامس هاتريك له في دوري أبطال أوروبا خلف الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو بتمن مباريات أخيرا يا نهاندويا كريم خليني أقول لكم النهاردة جدوى المباريات اليوم سواء في الدوري المصري أو دوري كمان أبطال أوروبا في الدوري المصري يلطقي طلاع الجيش بالمصري في تمام الساعة الخامسة ونصف وغزل المحلة يلطقي بفيوتشر الساعة ثالثة عصرا وفي دوري أبطال أوروبا منشيستر سيتي وسبويتينج لشبونة الساعة العاشرة مساء وأيضا ريال مدريد وباريس سان جرمان الساعة العاشرة مساء يعني دين هاندويا كريم كانت كل أو أبرز المنشطات من الصحف الرياضية صباح اليوم أنا موجودة معيك لو في أي سؤال تاني وتفضلوا العودة لكم مرة تانية في السلطة هذا وضع كده زي الفولد بنشهور الجزيل الشكر زبنتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التغطية الصحفية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم